53 سنة مرت منذ اعلن الاحتلال الصهيوني عن ضم الشطر الشرقي من مدينة القدس الى سيطرته ومن ثم اعلان المدينة بشطريها عاصمة موحدة لكيانه الغاصب 53 سنة والاحتلال ماض في خططه لتهويد المدينة المقدسة وتمسي هويتها الاسلامية بينما يبقى الفلسطينيون طوال هذه المدة صامدين في وجه محاولات اجتثاثهم من ارضهم وعلى الرغم من ان اعلان ضم القدس الشرقية لم يلقى ترحيبا او اعترافا قانونيا امميا حتى اليوم الا ان سياسة فرض الامر الواقع التي ينتهجها كيان الاحتلال وجدت صداها لدى الداعمين التقليديين له في الولايات المتحدة اذ اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ليس ذلك فحسب فترامب اعلن كذلك عن خطته لتحقيق ما يراه سلاما في الشرق الاوسط عبر ما وصف بصفقة القرن تلك الخطة التي تعطي لاحتلال الحق في ضم اكثر من 30% من اراضي الضفة الغربية المحتلة الى سيادته المزعومة الامر الذي تلقفه الصهاينة ليعلن البدء في تنفيذه على الفور وكما كان مع قرار ضم القدس الشرقية فان قرار ضم مستوطنات الضفة الغربية قد لاقى رفضا امميا اذ اكد المبعوث الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف ان اي تحرك لضم اجزاء من الضفة الغربية من شأنه ان يؤدي على الارجح الى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة اما عن الموقف الفلسطيني فقد اعلن الرئيس محمود عباس انه اصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الاحتلال فهل تشهد فلسطين جولة جديدة من جولات المقاومة؟